إن لطف الله وإمهال الله وطول أناط الله ليس معناه على الإطلاق أن الله غفر أو أن الله راضي لكن الرسول بوليس يكشف لنا أن لهم معنى واحد أن الله في رحمته يريد أن يقتادني إلى التوبة يريد أن يلين القلب الحجري وأن ينبه الذهن المتبلد وأن يوقظ الضمير الذي نام كثيرا وخدر صاحبه يريد أن يجعلني أنتبه إلى إله حاش له أن يقبل الشر وأن يصمت على الخطيئة يريد أن يجعلني أشعر أن هناك فرصة ثانية اسمع هذه العبارات عزيز المشاهد وقرأها مرة أخرى معي كما تظهر على الشاشة وأرجو أن ترددها في قلبك لعل روح الله يغير بها حياتك إنما لطف الله يقتادك إلى التوبة إن غرض الله من اللطف والإمهال وطول الأنات هو أن يقتادك إلى التوبة